احدى الاخوات من جنسية عربية هي ليست مسلمة صاحبتها مسلمة تقول قررت ان ادعو صاحبتي الى ديني هي نصرانية تقول فحاولت بها ان ادعوها الى ديني حاولت مرارا والمسلمة كانت خلوقح تتخلق باخلاق الاسلام ديننا دين اخلاق انما بعث لأتمم مكارم الاخلاق ترح ان ندعو الناس الى ديننا بالدرجة الاولى بالاخلاق بالتعامل بالاحسان الى الناس هذا اول طريقة في الدعوة الى الله جل وعلا بعدين الكلام والنقاش ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة تقول حاولت ان ادعوها لديني تقول انا تأثرت بدينها تقول تعلقت بها كثيرا وبدينها اخذت اكلمها اناقشها تحاورها بكل عقل وادب تقول حتى انبهرت بدينها اي دين هذا اي عقيدة تلك ترى عقيدتنا الفضل الله جل وعلا تلامس الفطرة بس لا تسوي شيء انت اعرض بس اللي عندك اعرض الدين بكل وضوح الدين لوحده يلامس فطرة الانسان الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خلقنا ويعرف ما يصلحنا جل وعلا تقول انبهرت بدينها قررت ان اسلم لكن اسرتي كلها ليست مسلمة وخفت على نفسي تقول فآمنت بالله ودخلت بدين الاسلام وكتمت ايماني مؤمنة لكن كتمت ايمانها تقول حتى جئت الى الكويت تعرفت على الاخوات الداعيات في لجنة التعريف بالاسلام والحمد لله لجنة التعريف بالاسلام خصصت قسما خاصا فقط في النساء يهتم بالمرأة الغير المسلمة والمحتدية فيه من خيار الداعيات يقومنا على هذا المركز وهذا القسم تقول جئت الى لجنة التعريف بالاسلام تعلمت معهم الاسلام تدرجت في تعلم الاسلام حتى صرت ملتزمة باحكام الله وبشريعة الله جل وعلا حتى صارت هذه المرأة داعيح وبدأت تدعو الى الله جل وعلا وبدأت تنشر الاسلام فكرت بمن فكرت بامها فكرت باختها فكرت باصحابها في تلك البلاد العربية التي تنتمي اليها راسلتهم ذكرتهم نصحتهم بفضل الله جل وعلا اسلمت امها اسلمت اختها اسلمت الاسرة كلها تعرفون بسبب ماذا اخلاق صديقتها ادخلت اسرة كاملة في الاسلام من الذي هداهم الله جل وعلا انك لا تهدي من احببت ارادت ان تجعلها نصرانية فصارت هي مسلمة انك لا تهدي من احببت ولكن الله ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء هذه الفتاة الان المرأة التي جاءت الينا يا بجد التعريف بالاسلام صارت فردا من ابناء هذه الامة وابناء هذه الامة انما المؤمنون اخوة المؤمنون كجسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى غريب امر هذه المرأة فكرت كيف تدعو غيرها للاسلام في حين ان كثيرا من المسلمين ربما توارث الاسلام وراثة لم يفكر في يوم من الايام كيف يدعو الى الله جل وعلا او يدخل غيره في الاسلام ما فكر كثيرون الان ينامون على هم عشيقة تركته او مال خسره او تجارة لم يربح منها شيئا هذا همهم الا من رحم الله جل وعلا من منا يعيش هم دعوة غير المسلمين المليارات التي لم تدخل في الاسلام من منا يعيش هذا الهم ويتقطع قلبه ويحترق على هذا الامر اخوانكم في لجة التعريف بالاسلام تدعوكم لمشاركتها هذا الهم اسأل الله جل وعلا ان ينفعنا وإياكم حتى نلقاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله